فضيحة العصابة من طرف وزير العدل بيره واش قال وزير العدل تالعصابة اليوم في البرنامج نسمعوه وشوفو كيفاش نفضح هذه العصابة الحاكمة نشوفوه نحوشوه على هوليك أتفضلت كانت تتابع على الأقل إعلاميا جلسات تكلم غير عن معالجة القضائية الأعمال التحذيرين من طرف مصالح الضبطية القضائية ولا البنوك ولا المؤسسات المالية ولا الموثقين ولا أملاك الدولة المعالجة القضائية جلسات كانت تقعد بالأسابيع جلسات تقعد الناس يقعدون ربعة على الصباح جلسات تمتد لأيام وأيام وش كانوا يديروا هذا الناس وش كانوا يديروا هذا الناس حتى اليوم تتسمح لنفسك بمنتهى البساطة في تصريح تجي تقول بأي حق تسمح لنفسك أنت تقزم ولا تغبن ناس خدموا لمدة سنوات وما طيبين باش وصلنا لهذا النتيجة هذه تجي تقزمها في كلمة تقول هذا الكلام هذا رب على اعتقال القاضي إحسان معنا يبرر وعلا ش تنفع القاضي إحسان ونوقع الإحسان كان نشر هدويت يقول كما ربيع الحسار قامت بحصول العمليات على أفضل العشارات والمعارضة الإسابة لم يقوم بحصول العقليات السعيسية كما يمكن أن يقول شيء كذلك كذلك أليس كذلك أليس مهمة في أفريقية أن الخزينة العمومية استعادت 20 مليار دولار من عند العصابة أصحاب المال على العصابة هذا ما قالوا تبون بيدون حشمة يقول كيفاش يتجرى يقول كلام كما هذا اللي حسبيا يعني ما يجوزش يعتبر شيء عيب ويقول هذا الكلام إلى مواطنين نعتبر أنهم الأكثر تمدرس في إفريقيا هذا جرب وش قال في اللخر هذا قالوا ما لا رح تشوف يعني إذن حبس القاضي إحسان توقيفه من طرف مخابرات على جالها التويت على جالها التويت لأنه كشف ويقول يعني مش ممكن أنك نجيد خرطة على اليد قدي 20 مليار دولار هاو كيفاش يفضحهم أحد أزلامهم لأنهم أغبياء كلهم ناس أغبياء ناس أغبياء ما عرفوش كيفاش يشتروا أرواحهم جاء واحد من إذنان تحهم اكشفهم بهذه الطريقة ويزيد هدد في الأخر حاوليك نعود نرجعو للكلمة على الأقل إعلام تقسمها في كلمة تقول استنشيف الأنفيري فيها أرواح نوريك شفر أرواح نوريك وشفر الأنفيري فيها أرواح أقول لك استنشيف الأنفيري فيها أول حاجة أنك تأتي تقولي 20 مليار تعطي لي انشيف دولار 20 مليار دولار استرجعناهم الخزنة العمومية تجيب لحاجة اللي ما تقدرش تثبتها لي ولكن أنا كمواطمة ما نش قادر نشوفها يعني هل هي صحيحة أم لا صحيحة إعلام تقسمها ما تقدرش تشوفها لأنهم هكذا يكذبوا يكذب عليك يجيبك شيء اللي ما تقدرش أنت تتأكد منه وتقسمها وشوف الصح ماشي صح ما يجيبك للالالا دوق من حقي كمواط نقول هذا كلام مبهم ترميلي برك هكذا تقول لي 20 مليار دولار هل يجب من أن نقبلها أو تقول هل يجب قرآن يأخذها قرآن معنى ما لحق نشكوا فيها معنى ما لحق نناقشوها معنى ما لحق نتكلموا عليها اذهب وما لا نور لكم وش أنفيني فيها هل كيف فضح العصابة اللي ما تقبلتش ما تقبلتش أنه واحد يجي يشكل فيها هي دجا الأولى ما رجعوش مليار دولار واحد ما رجعش لأنه هذو كان بالدينار دولار واحد ما رجعش هذه أول كذبة تعتبون وتالعيسة ما لي معه ولا دولار رجع لأنه هذه كل هذا اليوم لدينا أرقام أعطاها هذا النذل هذا خدام أحزان على العسكر على الكاميرانات ها هي الأرقام يقول لك واش نهاد العشرين مليار يقول لك ما هيش عشرين مليار دولار ما تكذب ش عليها ما تدخل دولار واحد للخزينة لأنه كل كل شي بالدينار قال لك استرجعنا 4,213 ملكية عقارية ملكية العقارية واشنع يعني بط فيلت بط مات عقار سمعت المهم سي دي فانسي هالي ملكيات العقارية موجودة موجودة في الجزائر هل العقار الجزائري يباع بالعملة الصعبة لا يباع بالدينار يقول استرجعنا 211 فيلا بالدينار هذه موجودة في الزاير أكثر من ألف شقة موجودة 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 ألف شقة أين راحوا ناسر عايش في إزمة الساكن ناسر يتم حتى الساكن وزروا هالشاب وقل هذه كانت تعفلان وفلتان وينا راحا وهذه ألف شقة هذو البروموتور الإيموبيلي اللي دخلو من الحبس وكانوا بنيين بنيين فيلا بنينا كان فيلا اللي نحاوهم كما تعكون ناف كما علي حد كما نحاول فيلا تحب الساعد من شقة ما نحاول شقة لف فيلا يولو تحكو نحاول فيلا هذو فيلا تعال نحاول ماشي كام نحاول أخرين اللي كانوا تع ترقي عقارية أكثر من ألف شقة ألف شقة تعال البروموتور الإيموبيلي يمدوهم نصحابهم لأن البروموتور الإيموبيلي هذو ما راهم ما بناو شو بدا راهم بناو بدا راهم الناس اللي رزير ذا عندهم واحد يروح رزير في فرط ما يدفع يقول ألف شقة يقول مددو درهم الشعب سلق درهم الشعب يقول 281 بناية و14 تعاونية سكاديزة ها نا فضح روح والله يقول لكم أغبياء بلو بغالون كهذا العصابة تموت ما يخليك سكون اخترم تغيوليت يسم هما يكون في قدام 282 بناية بالدناية ثانية أنا في تزاير 14 تعاونية سكنية هذه الربا 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 تعاونية سكنية الناس يتلمون مع بعضهم يعملون تعاونية سكنية شعب إطارات لا تقول لي على حداد ولا عمر بن عمر ولا بحكوت ولا كونيناف ولا العلمي داخل في تعاونية سكنية يعني بارك نحيت تعاونية السكنية لأنه كان واحد آآ بروموتور يموبيلي يبني فيهم نحيته تحيط الشعب قولك بالإضافة إلى 200 نحن سمع هل يمت في الحساب أنا يقول الحساب بتاعك كامل ما فيه دولار واحد كله بالدنار بالإضافة إلى 236 من العتاد الفلاحي العتاد الفلاحي اللي يتكلم عن لي هذا يراثوا اللي كانوا يديروا في المونتاج الماتريال أغريكول ما سرقوه ما والناس تعالوا زينات كانوا فتحين زينات غلقوا زينات قسموا قطعوا رزق عائلات يقول لك الناس تأولينا عليهم و 7000 سيارة نفعية تعالوا 7000 هم السيارات تحكو 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 المهم اللي كانوا يديروا المونتاج دي غيكول كامل غلقوا لهم زينات وحطوا الخدامين في الشوماج ويحجب سيارة بداهم لهم يراحوا السيارات خرج بيحهم أنت من جهة مانع استيراد السيارات ومن بعد من جهة تقول رحوا يجيبوا الخردة لفرنسا أقل من 3 سنين وعندك سيارات نفعية 7000 غلق عليها 4200 وثلاثة مركبة منها شاحنة وحفيلة هذه المركبة وشاحنة تحت تحكوز تعمصنا والحفيلات اللي كان ينقلوا بهم الطلبة تحكوز وش ترجعت تتقعد بنا ولي حفيلات اللي كان تعال نقل الطلبات تعال تحكوز أدوهم وستولوا عليهم أولا تقول لي هذه ما تخلش في حساب 20 مليار دولار أما الأملاك المنقولة فقدرت حسب الوزير بأكثر من 23000 عقار بالإضافة إلى طائرات من جا كان 22000 عقار بطائرات شحار طائرات كان طيارات علمي أولا الأخرين كانوا دار ستريطانس كريم ثلاث طيارات طيار آه ربعة بالدولار بالدينار ماشي بالدولار في حين بلغت العقارات الصناعية بـ 213 عقار منها ما صنع تركيب السيارات وما صنع هنا يعاوض يقول اسمها أدين توموبيل 7000 توموبيل ودين الحافلات ودين شاحنات ويقول أدين ما صنع تركيب السيارات ومسلا تصنيع الزيوت ومسلا تصنيع الشكر والأدوية وعقار الفلاحية في عديد الولايات إيه هذا مثلا كانت شغل الناس كانت شغل الناس يا عبد ربي وين هم دراهم ما دخلتهم ش دراهم لو كان بعتهم ودخلتهم دراهم ونقول راك ما دخلتهم ش دراهم وبعد يقول لك وآشار طبي هذا وزير العد إلى أن الأملاك والأموال المسترجعة خصصت لها 1400 صفحة مؤكد أن أغلب الأموال منهوبة على المستوى الوطني ثم استرجاعوها بش تكتبوا علينا خصصت لها 1400 صفحة يعني جردوها في 1400 صفحة بش هذا دولار واحد لا تدخل إنكم مكذبين لا تستطيع أن تستطيع أن تستطيع يجب تسقط يجب تدخل قرآن صح والله دخلوا 20 مليار 20 مليار ونقول اذهب ونشرينا بهم ونستطيع 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 في كش 20 مليار دولار يا أخو أبنينا بهم لأخير مستشفيات لا تكشف مستشفيات في الساعد أبني نازلين مستشفيات في كل ولاية مليار دولار عشرين 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 ويا كتدير خمسمائة مليون دولار عنك ربعين ميلايا روح أبنينا في 40 ميلايا من المستشفيات من الطيراز العالي محكاجين هم استثمر من عشرين مليار دولار أبني ما كانوا داخلين في الميزانية تاعة 2022 عشرين أبني أروح استثمرهم ولا هكذا يجي وزير منهم يكذب عليك ويزم تسكت من المفروض وكان جاءت كان صحفة حرة كان حرية تعبير وكان رأي لما يعمل صريح أحزاب سياسية تتكلم أحزاب معارضة ومحساب مولاد يدفعوا عليه يجيبوا البرهن ديالهم سمعت الصحفين يناقشوا حوارات جدية لا يجي يجيبوا لزور الصحفي تعبوا دوره يطروا عليه الأسئلة والأجوبة ويقول لهم عشرين مليار دولار دخل نسترجع لهم مزان نزيد هكذا ما تخرر أسمع في برسلونا كان أوتيل تعالي يحدد يجيبوا في البنك سويس كان مئتين مليون زوج ملايين زوج ملايين في رنك سويسرية يعني تقريب زملين أيرو تع خالق نزار روح تجيبها تيران ستلاف متر موربع في تيراغونا روح تجيبها تع نزار شقة تع نزار ثمانية وتسعين متر موربع روح تجيبها يا ورد الحرام تكذب علينا تخرط علينا أنا أعطيك بالدليل أنا أعطيك بالدليل ما نكذب عليك ما نزيد عليك وما تكذبش عليها وما تحسبش مواطنة نحن لما جاء القاضي إحسان كالصاحفي عمل غير أنتويت وقال لك يا وردي ما تجيش تخرط علينا تضوه الحمس وتكشفوه وعليش اليوم قاضي إحسان نرى في الحمس لا تمويل أجنبي ولا كذا ولا كذا على جاء التويت وإلى حد الآن ما تجرؤوش ما كانش عندهم شجعة بشيقوله على جاء التويت هذا اللي يشكك في حكاية عشرين مليار درعا ما قدرش يقوله لأنهم جوبانة لأنهم جوبانة روحوا روحوا راكم دارين كراكم بالقمع يوميا الناس في المحاكم في مخافر الشرطة في مراكز المخابرات ريومبرك مرزق تواتي يعيطونه شوف شوف لنا يعيطونه يقول أروح نيروح صحافي مرزق تواتي يقول يجب معك الباسبور وراك ممنوع من مغادر بتوراب الوطن داكون ممنوع بأي حق جين تايا بوليسي تقول يراك ممنوع من مغادر التوراب الوطني هذه منع مغادر التوراب الوطني راهي يا ناس اختراق انتهاك لحقوق الإنسان تمنعك باش تمنع الناس من حرية التنقل تمسش بحرية التنقل لا يقول اجيب الباسبور قالوا لا لدي باسبور قالوا ليس حال لنطلب لاحبوا شيء من دوري قالوا اجيب الباسبور شوفوا يوميا الناس رائد حسن بورا صغير كما خرج من الحبس زادوا عودوا و جايبوه اليوم و جايبو و نختو معاه و و و قال انت ايا في 2015 سبيت بوتفريقة سبيت جنرال الهامل سبيت العصابة لي كنت تكنوا عليها تمها عصابة تحبوا تدخلوا عليها حسن بوراس الحبس شوفوا شوفوا يا ناس وين وصلوا هذا الاربي شوفوا وين وصلوا يوميا يوميا الناس تخلوا الاحباس وفي عبر كل تراب الوطني عبر كام تراب الوطني شوفوا ربي قدل خير بلدنا ربي بعد علي هؤلاء الحرام وربي عجب برحيل العصابة المجريمة السلام عليكم ورحمة ورحمة عشرية واحنا خرجنا بالسلمية اتقلو جاء الصوالية كي قلنا لهم مدنية يسقط يسقط حكم العسكر تس